3 أنواع من الغفلة المنتشرة بين كثير من الناس بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور رحمد راجة في فيديو جديد أول حاجة الغفلة عن سبب وجودنا في هذه الحياة يعني فيه ناس كده عايشة وخلاص لا أنا مش عايز شاكل وأشرب وأتجوز وأخلف وموت أنا عايش لأنني عارف غيتي من الوجود وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبده وما أمره إلا ليعبده الله مخلصين له الدين مش تقول لأنا جوزت وخلفت وشفت أحفادي وقدت رسالتي في الحياة لا يا حاج دي مش رسالتك في الحياة رسالتك في الحياة يوم لا ينفع عمال ولا بنون إلا من قطع الله بقلب سليم اللي أنت تموت بقلب سليم تموت وربنا راضي عنك تاني نوع من الغفلة الغفلة عن معيار التفاضل بين الناس بعض الناس بيموت نفسه عشان يكون مشهور بيموت نفسه عشان يكون ليه منصب مهم لا عشان تكون لك أفضلية الأفضلية الحقيقية بالتقوى إن كرمكم عند الله يتقاكم فأكيد اللي ربنا قال عنه رجل جيد أو رجل له قدر ده هو اللي فعلا له قدر ورجل جيد ليه المعيار بتاع ربنا هو ده اللي تركز فيه سيبك بقى من الفلوس والمناصب والشهادات والجو ده المناصب والشهادات بنا خدها عشان نزيد في معيار التقوى ده المعيار اللي تركز فيه إن أكرمكم عند الله أحسن ما هتفيقوا عند ربنا أتقاكم اللي بيخاف ربنا وتالت حاجة من أنواع الغفلة الغفلة عن الاستعداد لليوم الآخر يا أخوانا يوم القيامة خمسون ألف سنة خمسين ألف سنة بس كده مش قولك يعني عايزي تاني يوم الايامة بس لوحده الحساب خمسين ألف سنة يعني أنت عايش مئة سنة إدرا في خمسمية قد اللي عشته خمسمية مرة في بس في يوم القيامة وبعد كده نشوها لخش جنة ولا نار فالموضوع خطير جدا أنت بقى بتضيع عمرك في غفلة وعدم ومش قادر تستعد لهذا اليوم لا دا أنت تركز من الآن في إزاي استعده اليوم من قدره خمسين ألف سنة لأن هذا اليوم هيكون يسير على المؤمن الصالح ويكون عصير على الكافر وبالتالي لا أنا إزاي عايزي أبقى مؤمن الصالح عشان اليوم دا يمقاش تثقيل عليه دعموا الفيديو بشير ولايكم إن شاء الله في القناة شوفكم من رجاء والسلام عليكم